أعلنت شركة تسلا عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي مقدمة هذه المرة أرقاما قياسية جديدة ومتفاوقة على التوقعات إن كان من حيث الإرادات وربحية السهم أو من حيث تسليمات السيارات كما حققت أيضا أرباحا للربع السنوي الخامس على التوالي نظرة على نتائج تسلا الأرباح في الـ Q3 بلغت ب331 مليون دولار مرتفعة بنحو 218% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام ولكن أقل من التوقعات التي جاءت عند 394 مليون دولار بينما الإرادات ارتفعت ب47% بشكل فصلي عن الربع الثاني وفاقت التوقعات بنحو 300 مليون دولار بالنسبة لربحية السهم ارتفعت 73% جاءت عند 76 سنة مقارنة بتوقعات المحللين التي جاءت عند 57 سنة ربحية للسهم الملفت أيضا في نتائج تسلا كانت تحقيقها للأرباح متتالية خمس أرباع متتالية من الأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة الشركة تتكبت خسائر بمعظم فصولها ومنذ بداية تأسيسها الربع الثالث سجل ارتفاعات بـ 131% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بالنسبة للإرادات السنوية أيضا ارتفاعات بـ 42% للربع الثالث ماذا عن أداء السهم لتسلا لمع نجمه طبعا في 2020 شهدنا أكثر من 400% ارتفاعات على السهم القيمة السوقية أيضا من 78 مليار دولار منذ بداية العام حتى 393 مليار دولار القيمة السوقية الحالية لتسلا في الربع الثالث أيضا شهد سهم تسلا تقسيم ستوك سبلت خمس أسهم لكل سهم وأيضا باعت الشركة 5 مليار دولار من أسهمها العادية لزيادة رأس المال نقطة أخرى بارزة في بيانات تسلا كانت متعلقة بتسليمات السيارات التي سجلت أكثر من 139 ألف سيارة في الربع الثالث أيضا رقم قياسي جديد لشركة تسلا إجمال التسليمات ارتفعت بـ 44% على أساس سنوي و 54% على أساس فصلي ومعظم التسليمات والإنتاج هو من موضل 3 يشكل نحو 90% من الإنتاج والتسليم إجمال الإنتاج أيضا ارتفع بـ 76% منذ الكيوتو والمدير المالي لشركة تسلا يعد أو يستهدف تسليم 500 ألف سيارة في نهاية العام الحالي بالإضافة إلى خطط لإنفاق أكثر من 2.5 مليار دولار على التوسع وخصوصا في المصانع الجديدة للعامين المقبلين إذن تسلا وبحسب رئيسها التنفيذي ألون ماسك تركز على المرحلة المقبلة من النمو من خلال رفع قدرتها الإنتاجية من خلال إنشاء مصانع جديدة أخيرها كان في برلين في ألمانيا وأيضا من خلال استهداف تصنيع للشاحنات في الفترة البقبلة من مصانعها في أستن تكسس للعام المقبل ترجمة نانسي قنقر